عرض خيالي من الهلال السعودي لميسي الأغلى في تاريخ كرة القدم قبل البدء فضلاً اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديدين كذلك لا تنسوا إعجابكم بالمقطع لأن الإعجابات تساعد هذا المحتوى على الانتشار بشكل أكبر حسب الموقع الإلكتروني الإمارات اليوم عرض خيالي من الهلال السعودي لميسي الأغلى في تاريخ كرة القدم وكتب الموقع الإلكتروني الإمارات اليوم دخل نادي الهلال السعودي في مفاوضات جدة مع قائد المنتخب الأرجنتيني بطل العالم ليونيل ميسي لعب باريسان جرمان من أجل التعاقد والانتقال إلى الدوري السعودي في رد قوي على صفقة انتقال رونالدو إلى النصر ولكن يبدو أن عرض الهلال سيكون الأغلى في تاريخ كرة القدم وذكرت شبكة سين إن الإخبارية أن نادي الهلال السعودي قدم بالفعل عرض لللاعب السعودي بقيمة وصلت إلى 400 مليون يورو سنويا وهو ما يجعل اللاعب قد يرفض التجديد مع نادي الفرنسي الذي يقضي معه آخر ستة أشهر في عقده وكان ميسي قد ختم مسيرته القروية الرائعة بالتتويج بلقب فأس العالم 2022 في قطر والتتويج باللقب الغائب عن الأرجنتين منذ ستة وثلاثون عاما لتشهد الأيام المقبلة العديد من التقارير عن مستقبل اللاعب ونجح النصر في التعاقد مع أفضل لاعب في العالم خمس مرات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بصفقة بقيمة 200 مليون يورو سنويا وذكر رونالدو في تصريح سابق أن الهلال السعودي قد تقدم بعرض لللاعب قبل انتقاله رسميا إلى النصر وسيكون الأمر سهلا إلى نجح الهلال من رفع العقوبة الموقع عليه وهي حرمانه من التعاقدات بسبب قضية محمد كنور وأنتم اتركوا لنا رأيكم في التعليق هل يونيل ميسي سيقبل بالعرض الهلال السعودي أم لا وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية المقطع لا تنسوا للشراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديدنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر